يقول الله تعالى في هذا السياق اتبع ما أوحي إليك من ربك هذا الدليل الإرشادي يا عبادي الذي أنزلته إليكم هذه الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم هذه النواهي التي تقرؤون الهدف من القراءة أن تتبع نصيح يا أخوان اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم وحسبكم شرفا أنكم تتبعون الله أنه أحسن يا أخوان نتبع الله عز وجل لما نتبع فيلسوف على هذه الأرض نتبع ما أوحى إلينا ربنا لما نتبع ما يملي علينا أقراننا أصحابنا أزواجنا آباؤنا أبناؤنا معلمونا أي شرف لك إذا كانت الكرة الأرضية كلها تمثل حبة رملين في شاطئ كرة الأرضية كلها حبة رمل في شاطئ بحر بالله عليك أنت من وأنا من ونحن كلنا من تخيل بأن خالق كل هذه الأكوان وخالق كل هذه المجرات وخالق كل هذه العوالم يرسل إليك دليلا إرشاديا وينصحك هو يقول اتبع ما أوحى إليك من ربك معقول أنت تقول له ما بدي معقول أنت تقول له أنا بعرف عقلي براسي وبعرف خلاصي معقول أنت تقول له والله رفيقي قال لي عكس كلامك فأنا بحبه كتير الرفيقي لذلك أنا بدي شوف رفيقي شو بيقول معقول أنت يا بنتي تقولي لرب العالمين لا بدك تقنعني حتى اتبع ما أوحيته إليه استقنعني برد عليك وإذا ما قنعتني ما برد يا حصرتي هذا الإنسان المسكين الذي لا يعلم مقامه ولا يعلم شيئا عن ربه لذلك يا أخوان مركز الدين أن تعرف وتتحقق بأنك عبد وأن تعرف وتتحقق بأنه رب بس أنت تتحقق بأنك عبد لله وتتحقق بأنه هو الله هناك ستستقيم أمورك بس إذا واحد ينفكر أنه رب العالمين مثل رفيقه رب العالمين يعني عنده آراء بيحكيها ممكن تطلع صحة ممكن تطلع خطأ تعاليم الدين يعني مثل سائر التعاليم فيه تعاليم دين وفيه كمان تعاليم فلاسفة وفيه تعاليم مفكرين هدون حطوا هدون آراء متنوعة إذا واحد كان هذا ظنه يعني حصرت ما لعارف حقيقته ولا عارف حقيقة ربه والفلسفات الغربية تطرح هذه الطروح وتريد أن تعزز ويصير بعض أبناؤنا يتكلم بهذه الكلمات وهو لا يدري معناه فيقولون مثلا أن الزواج الذي تتزوجونه هذا خيار من الخيارات لكن يوجد خيارات أخرى بس أنا بعرف بأن ما أوحى الله تعالى إلي بس في هذا الخيار والباقي ليس زواجاً يعني بيقولوا لا تتعصبوا لا تكون منغليق في خيارات أخرى ماشي الحال أنت بدك تتزوج هذا الزواج الشرعي تبعكم تزوجوا بس ما ليش أقبلوا كمان أنه في ناس بدون يعملوا مساكنة أقبلوها في ناس بدون يعملوا بوي فريند أقبلوها وفي ناس بدون يعملوا شذود خيار من خيارات البيولوجية الله أتمر لأنهم هم يظنون بأن وحي الله مثل أفعال البشر أنه ما بيعرفوا من الله أخي أنت ما بدك تأخذ ريبة ماشي الحال لا تأخذ ريبة نحن نحترموا اختيارك بس أنت كمان نحترم خياراتنا نحن بدنا ناخد ريبة يعني في خيار ريبة في خيار مريبة هذا موجود وهذا موجود وأنت بدك تحترمنا وإذا ما تحترم هذا الخيار أنت بتكون متعصب وأنت بتكون متشدة نحن أيها الإخوة نأتمر بأمر الله تعالى عندما يقول لنا اتبع ما أوحي إليك من ربك شو لازم نقول يا أخوان إذا الله قال اتبع ما أوحي إليك من ربك شو لازم تقوله لبيك اللهم لبيك حاضر يا رب نصيحة يا أخوان وطنوا أنفسكم ويا أية الأخوات على أن تأتمروا بأمر الله وتنتهوا عنه عجيب عجيب أحوال الصحابة كيف كانوا يطيرون طيرانا لامتثال أمر الله تعالى ونهيه يروي سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول الأوس والخزراج كانا في المدينة المنورة متحاربين عقودا من الزمن أو متحاربين حتى جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فألف الله تعالى بين قلوبهم قال وفي يوم من الأيام كانت جماعة من الأوس جالسين مع جماعة من الخزرج فقام رجل من الأوس فأنشد بيت شعرين فيه هجاء للخزرج فقام رجل من الخزرج فأنشد بيت شعرين فيه هجاء للأوس قال فقام الأوسي فقرأ بيتا آخر وقام الخزرجي وقرأ بيتا آخر قال إلى أن غضب القوم من بعضهم وقاموا إلى بعضهم وسلوا السيوفة وأرادوا التقاتل بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأسرع إليهم حاسرا ما حط الطائية العمام على رأسه صلى الله عليه وسلم أسرع إليهم قال ولما اقترب منهم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منه قال فلما سمع القوم الآيات التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمدوا صيوفهم وتعانقوا وبكوا الله أكبر هدون من جماعة اتبع ما أوحي إليك من ربك بس يسمع القرآن الكريم مع أنه أنت تخيل إنسان طالع خلقه ومنزعج وغطبان ورافع سيف سامحني مرات واحد بيكون غطبان بتقول له يعني بتقول له لك طول بال بتقول له صلي عن النبي الله يغفر لنا ما يحكي كلمة يخرج بها من الدين طيب ولماذا هؤلاء كانوا غطبانين وطالع خلقون وسيوف مسلولة لما سمعوا القرآن الكريم فورا حاضر يا أخوان لأنه كان القلب منور كان القلب عامر بالذكر كان القلب محب لله تعالى ولرسوله كان القلب طاهر فالقلب الطاهر لما بيقع فيه نور القرآن الكريم فورا بيأثر الامراية الانضيفة لما بتوجهها على الشمس فورا تنعكس أنوار الشمس فيها حتى أنت ما عد فيك تطلع بالامراية وأكتر من هيك حتى بتصير بنقطة معينة بيصير بتحرق كما تحرق الشمس بس إذا الامراية عليها زفت ونفط وشحم ووسخ وقذر ودهن وشحار لو وجهت إلى الشمس ما بيطلع فيه شي بالعكس الشحار يمكن بتصلى بأكتر والدهن يقسو أكتر عليها لأنه يا أخي الامراية وسخة وقدية القلب يا أخوان هو بيت الرب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فأكثروا يا أيها الإخوة والأخوات من ذكر الله اشتغلوا بذكر الله اجعلوا ذكر الله تعالى رفيقكم اجعلوا ذكر الله تعالى ديدنكم أنتوا ماشيين اذكروا الله لعلكم سمعتموني مرة أن هناك ذكرى اسمه ذكر الخطوة ذكر الخطوة يعني مع كل خطوة أنت بتمشية تذكر الله يعني بتساوي إيقاع مشيتاك على الذكر يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبيمشي على الذكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهو كبير في السن درجة البنائية 118 درجة مرات ما بيكون في كهرباء فالأسنصير مشغل وهو ينزل إلى الصلاة ويصعد وما في أسنصير قال لي بس أنا أستاذ بفضل الله هذا الدرج كل درجة في إلى ورد ذكر يعني بأول هيك طلعة في عنده أو أول طلعتين مثلا عنده ورد تاني طلعتين قال لي لذلك الحمد لله الحمد لله يشعروا أن أخفاف عليه في ذكر يا أخوان اسمه ذكر الخطوة تدربوا تدربوا أنك تذكر الله مع كل خطوة تخطوها أول شيء بيكون الأمر إرادي وتكلف يعني يكون ماشي أنت يور فيهاك ويقول لك يلا تعن ساوي ذكر الخطوة شو نعمل يلا هلأ نعمل أول شيء سبحان الله من هون لعند موقف البص فأول شيء تكلف يعني بصير أنت سبحان الله سبحان الله بعد شيء بتنسى بيقول لك فيهاك شو عم تسبح لا يلا برجع مع التكرار مع التكرار مع التكرار بيقوم بيشتغل المحرك بيصير بعد شهر بس تطلع من بيتك وانت نسيان الذكر مجغول بالك بأنه بدك تجيب غرض في فحص في نوطة بدك تجيبه بيقوم قلبك هو بيذكرك قلبك بيقول لك سبحان الله بتقوم تبتذكر تقول لك اي والله يلا سبحان الله بس شايف فس بده تكرار بده تكرار انتو بتعرفوها المولدة اللي تبع بتشتغل بشد الحبل فاللا هو أول مرة بتشد حبل هيك تاني مرة بتشده تالت مرة بتشده خامس مرة بتشد بس بعدين المحرك بيشتغل بس يشتغل ما عد بدك حبل فاللا كمان هيك هذا تبع سبحان الله هيك تبع الإرادة سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد عشر مرات خمسين مرة بتلاقي المحرك يشتغل يصير قلبك لحاله يذكر الله تعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ليس تطمئنوا ألسنتهم تطمئنوا قلوبهم بذكر الله هلأ إذا صار قلبك ذاكرا إذا إنالك اتبع ما أوحي إليك من ربيك تقول فورا حق بتصير مثل الأنصار بتصير مثل الأوس بتصير مثل الخزراج فورا تبادر إلى امتثال أمر الله تعالى أما إذا القلب مشغال بالذكر إذا إنالك اتبع ما أوحي إليك من ربيك بتقول ليش اقنعني معنش أنا بتبع بس بدك تقنعني إذا اقتنعت بتبع وإذا ما اقتنعت ما بتبع لأن القلبي أحرام ما له ندي ولا له نقي اتبع ما أوحي إليك من ربيك لا إله إلا هو بيمشي الحال اتبع ما أوحي إلي من ربي واتبع ما توحي إلي التعاليم الغربية أو الشرقية والله هذه التعليم الضربية والشلقية أريد أن أرى إذا توافق ما أوحي إلي من ربي أحب أتبع أما إذا ما توافق أريد أن أكبر لا إله إلا هو في واحد فقط أنا هو مرجعي هو معتقدي هو مصدر تعاليمي وعليه وعلى أوامره ونواهي أقيس باقي كل ما يأتيني من تعاليم في هذه الأرض جاي على بالي ساوي عملية تجميل ورفيقي عم بيقول لي روح وشغلة منيحة وشغلة كذا ورخيصة وعم بيساوة وما بعرف شو أنا بحكي لك مع المركز والله يا أخي أنا من جماعة اتبع ما أوحي إليك من ربي فأنا بدي أحمل شو بدك أنت عملية تجميل حاب أحمل هالكلام طبعا وحطه بميزان ما أوحي إلي من ربي إذا بيرضى الله عز وجل الوقت أنا ممكن ساوي بس إذا الله ما بيرضى لن أوافق على كلامك هديك البنت عم تقول لي رفيقتها روحي نساوي لنا عملية تجميل بدك تحملي الكلام أنت الله بعت لك خبر اتبع ما أوحي إليك من ربي لا إله إلا هو رفيقي عم بيقلي إذا ساويت عرسك مختلط وعائلي كلهم بيعرفوا بعضهم ما فيه شيء محرم لأنه كلهم عائلة يعني من خالك ومرتو وعمتك وجوزة وابن عمك ومرتو كلكم عائلة مع بعضكم بعض وهلأ هيك فيه موضة حلوة يعني بعدين هيك بيبان أنك أنت يعني متطور أما هيك عرس تقليلي حسوا بمو كتير بايخ هذا العرس ماشي الحال أنا هذا الذي يوحي إلي به صديقي يوسوس لي به إلي قريبي حب أحمله وبحطه في ميزان ما أوحى إلي به ربي إذا الله بيرضى حبرد عليه وإذا الله ما بيرضى ما حبرد قال بس بده يزعل يزعل قال ما بيجي لا يجي قال ما عد يحاكيني بطول عمره الله معك أنا من جماعة يا أخي ما أنا قلت له لأ الله عز وجل اهدنا الصلاة المستقيم فهو بعت لي الصلاة المستقيم وقال لي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو بعدين بيقول الله عز وجل بس يا رب إذا نحنا اتبعنا أوامرك وأنت إلهنا الواحد نتلقى منك تعاليمك طيب بس سيبقى هناك أناس مشركون في هذه الأرض لا يريدون تعاليمك ويعرقلون علينا قال الله تعالى وأعرض عن المشركين سبحان الله يا أخوان آية واحدة يتلاقي هي منهج حياة منهج حياتك كامل والله لو حطيت هذه الآية بس على شاشة التوقف عندك أو على جوالك تكفيك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ترجمة نانسي قنقرنة